صباح الخير او مساء الخير يا برج الاسد في القراءة العاطفية. هنبدأ الاول بالطاقة العامة. سوري عندي يعني برشحة برد كده برد الصيف اللي تشيف. فهنبدأ بالطاقة العامة مش محتاجة اقول يعني مش محتاجة احكي مش محتاجة خالص الصورة بتباين نفسها. انت في قوتك الاصلية. برج الاسد اصلا يعني هو مش مغرور. ولكن من جواه هو ده الشخصية الاصلية بتاعت برج الاسد. شخصية القوة. ازا كادارة الامور كما يجب ان تدار. والحكمة كمان في نفس الوقت. فانت الان في قوتك. وتخطيط كمان. ومش عايزة اقول رئيسة عصابة. لا لا لا. بتنظر الامور كما يجب ان تنظر اليها. يعني مثلا لو مثلا يعني لو علاقة مفروض تنتهي بقى هننهم. لو لو علاقة هاخد فيها قرار هاخد فيها قرار. لابنشوف كده. اه ده انت انت سنجل. سنجل او. اه. ده القوة دي اه جات بعد الكسرة دي. يعني عارف لما واحد ياخد قلم جمد قوي. فيبدأ يتغير مرة واحدة. انت بزبطة كده. انت بتستجمع قوتك واستجمعتها فعلا. ده حقيقة. ده انت خلاص. انت تربعت على العرش. اه. حالان انت فرحان قوي. اه. مش فرحان بانتهاء العلاقة. ولكن انت راضي. بزبط. الكلمة اللي ممكن نعبر عنها. انت راضي عن اه. مستويك حاليا في الحياة عموما او في الحياة العاطفية. لان فيه ناس عموما مش راضية عن حياة العاطفية. لكن انت راضي. اه. وراضي وابقيت تتغير او اتغيرت وبقى عندك اه. من الاخد كده ممكن تكون تشافيت من علاقة. بس. انت خلاص وصلت للمرحلة. وراهم كده دول كارتين مهمين قوي. الداف هو الموت. وفي نفس الوقت ولادة شيء جديد. فبزبط انت فيه شيء جديد انت ما قرر تعمله. وكسرة قلب جمد قوي. يعني بزبط انت خارج من شيء صعب صعب صعب. وشيء مش مش سهل ان احنا اوصل للمرحلة دي بسهولة. فطبعا انت عدت على 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 مراحل كتير فشلت مرة وبعدين قمت وبعدين فشلت تاني وقمت. وانيا اللي الا دي كلها اللي بتحصل بعد انتهي الالاقات يعني. ممكن نقول العلاقة صلاسية. انت مريض بعلاقة صلاسية. الطرف الاخر كان عارف الحد عليك. اكتشفت فانجرحت. فقلت طب شكرا او كده. وخدتي دي لك تسنينكم شيء. طبعا شوفت بقى العلاقة اللي فيها كسرة قلبي دي. يا برج الاسد. مش هيشتريك ايه. ممم. الكارما دي بقى ولا ايه? ممم. شايفك ازاي? الله. ده ايه الجمال ده? ايه يا برج الاسد? يا برج الاسد في ايه? في ايه? ده انت مصدر للوش خشب. ده 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 بقى اللي ويقول ايه? نقول عليه عرف العرف يعني لما نقول لحد بكرة تتيجي وتعرف امتي حرفي حرفي. طيب. برج الاسد طبعا من البداية كده انا خلاص عرفت. فهكمل لك بقى القصة. مشاعر الشريك الان هو لا ينام من التفكير السيدي. او مريض. ولكن ممكن منقولش المريض هو ما بينامش. ااا ما بينامش خالص بقى. يعني او بينام اللي هو عارف اللي بينام اللي هو لازم ينام عشان عندي شغل او عندي حاجة لازم اعملها. بس ما بيجي نم ما بيدخلش في النوم بسرعة. بيفتكر وقع كل حاجة. يا انت اللي عملت فيه كده يا هو اللي عمل فيه كده. يا اما انت اكتشفت شيء. وقلت له انا انا تكرح قلبي انا تقس علي انا وبدتهم له ومشيت. بس بدتهم له على حق. لانه حرفيا يعني خلاص. خاطف ايده وعلى وشه وبالقول لي كده وبرج الاسد عمل معاك كده لي. ام اعتقد انه هو مشي من العلاقه ااه او. يعني مش مشي من العلاقه فيه طاقة انسحاب. بزبط طاقة انسحاب لانه لو لسه موجود وانتوا قطعين مع بعض ونص قطعة فهو في طاقة الانسحاب ومش عارف يعمل ايه يعني هو مش عارف حرفان يعمل ايه عشان يتخلص من التسع سيوف اللي عنده دول مش عارف يعني يروح فين يسير الامور دي ازاي يعني ده مش كارت رحيل بس ده كارت شخص عايز يصلح شيء برضو لان الكروت بتتبني على بقية الكروت اللي الموجودة فهو ما بينامشي من التفكير ازاي ممكن يرجع هذه العلاقة مرة اخرى لو هو مشي بالفعل فهو عايز يرجع وان ده شخص ماشي في البحر بهدوق وواخد حضره جدا من الموج بتاع البحر موج البحر ماشي بهدوق جدا بعصيته بالراحة وبشويش فهو تقريبا ما بينامشي من فكرة ان ان العلاقة كده بازت وان خلاص بازت كده وبرج الاسد بيحط لي علامتي النهاية وخلاص كده ولا ايه ما نعرفش برضو ما نعرفش فهو تقريبا ما بينامشي من النقطة دي لو احنا اعتبرنا ان طاقة الشريك هي الطاقة دي فهو ظاهر لك هو سنجل انتو سبتوا بعض على طاقة تمام؟ وهو سنجل حاليا ومركز اوي في شغله وفي حياته ولكن بالضبط كده ده اللي هقوله ولكن يعني هو في الشغل بيشتغل بيروح الشغل وبيجي من الشغل بيروح فرح يتازم بيروح مناسبات صور على انستجرام بينزل كل حاجة تمام جدا جدا انتصر بروفايله華ة ان تقول ايه ده فاضله وتكيا واتجاوز ملنا واشوف خطبته جدا يشوف خطبته hears هذات دي طلع حطبتك فآآ ولكن بداخله والم حى للم النفسه يرحل من هذا الالم النفسه يتخلص منه مثل يعني ممكن يكون ندماء بيعاتز نفسه أصبح عليه كان عائش في كابوس بلنان ذه كابوس بنسبта مشاعرك انت بالزبط انت تخلصت من المشاعر السلبية برج الاسد ولو انت لسه حسس بها الغد دلوقتي ستتخلص بها بالتأكيد بكل تأكيد تتخلص لانك انت الكوين الفرنغوس انت تمام هي انت هو لما سابق تقريبا والله اعلم كان في الطاقة دي بجد يعني قبل الطاقة دي كان هو في الطاقة دي بجد كان مش همه ممكن وممكن تكون اكتشفت طرف ثالث عشان كده كان ممكن يبقى مع الطرف الثالث او رحله الله اعلم الكوين الفرنغوس بس اه ثانية واحدة كده لو كان في طرف ثالث قلبه توجع منها خد جازات فيه كارما جاته مش عارف ينام مش عارف ينام وتقريبا لما بيشوفك انت عامل انجازات يا برج الاسد فيه حاجة انت عاملها بس مش عارف ايه هي بقى ايه هي الله اعلم طيب انت تخلصت من الام الماضي بالزبط وفي نهاية الطريق هو في بداية الطريق هي القرمة كده دي القرمة ايه القرمة؟ القرمة ان انا ابدأ فوق انت تتعب خلص تاخد جازاتك بقى فانت الان فيه سوبك الجديد و بتتخلص من الام الماضي وبالزبط جده وبتحتفل وشايف الحياة وردي وحياة جميلة و ايه يعني وصبت هو محصلش حاجة مش مش بعمل زلعبيطة وكل الكلام ده ده برج الاسد سواء ست او راجل ده برج الاسد اصلا ليه مش حاجة جديدة على برج الاسد فبالزبط انت بص مختلفين خالص ده واحد مش عارف في يمشي مش عارف في يرجع العلاقة ولا يمشي ولا يروح ولا فين وانت واحد بالزبط مديله بالتنشف ممكن يكون ممكن يكون بالزبط شايفك بتحتفل وفرحان قوي ففكرة ان 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 مش مؤثر عندك ده مش بعرف ينام فكرة ايه ده نسيني بالسرعة دي ممكن تكون من سيتوش ولا حاجة انت تشعر بان كان فيه غمة على قلبك ان فيه حاجة تقيل اويل ويا اخيرا وكنت الام الماضي كانت مؤثر عليك قوي فقلت بلها بل الام ماضي بل الام الحار انا احتفل وابص لنفسي ودلع نفسي واحضن في الناس بزبط انت تقدمت للامام وهو ما زال فيه واقف في طريقه طيب الغريب بقى يا برج الاسد ان هذا الشخص لو كان طرقك ورحل لطرف اخر وطرف الاخر ده قال له الوداع باي باي فهو يراك كل شيء جميل في الحياة مش عارف اوصف لك ازاي كرتين اجبال من بعض يعني عارف مش شايفك مثلا حد وحش لا انت شايفك انت النعيم انت الكمال ولا غير الكمال شاعر بقى شاعر يا برج الاسد شايفك انك انت نفس الكباية لو خزلك هو شايفك دلوقتي انت حاليا بزبط هي القرمع فاق فاق من حاجة هو عملها غلط شايفك انت نفس الكباية لمعاب الزبط ويلتين اوف بانتكس لو بنت الزوجة ولو راجل الزوج المسالي لو راحل لطرف ثالث لا تقلق فهو يأخذ القرمع الآن مامية مامية كله في الجوم مزعلش ولا حاجة كله في الجوم انا عايزك تبسط قوي قوي بقى متحطش في بالك متحطش في بالك لانه حاليا شايفك مامية وشايفك ان انت ممسوط كمان وعندك كل حاجة انت عندك كل حاجة وشخص شخص جميل شايفك شخص جميل اوي 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 العلاقة المثالية شخص اللي انا كنت ممكن بالزبط بيت اعمل بيت اتزوجها او ان انا ابقى امراضه كده ومع ذلك انت ترى اي بقى انت ترى شخص نمرود بص بقى ده كلمة اللي انا استوحدتها من الكارتين دولي من هو الشخص النمرود يا برج الاسد شخص النمرود هو شخص اللي تقدم له السبت ما تلاقيش منه حد بس كده الشخص اللي دايما بص انا عجبها لك من الاخر شخص الجبله يبقى قدامه كل حاجة ويبص نحية التنية عالو زيغة معاه اجمل واحدة ويروح يصاحب عليها معاه راجل مامية مغرقة هدايا مغرقة حنال مغرقة حب مغرقة كل حاجة ومع ذلك بتخول شخص تقدم بص كم كباية قدامه وفي كباية ربعة كمان ومش راضي مش راضي عن اي حاجة انت شايفوا كده شخص شايفوا شخص النمرود دي يعني ايه نمرود يعني كل حاجة قدامك ومع ذلك بتبص القريق غلط اعتقد ان هو فعلا عينه زيغت على الحد تاني بس ايه ما تقدرش نكمل الحاجة تانية لانه بص السناحة التانية ايه هو كيك الفوندوس ماشي هو شخص اه هو طموح قوي خلينا متفقين على ذلك طموح قوي فانت شايف انه طموح بس طموح في ايه مش في كل حاجة وطموح ده بيتوقف عند حاجة معينة انا لقيت شخص مناسب اطمح ان انا اجيب ازيد اطمح ان اجيب حد احسن منه لا اه هنا نقف هنا نعمل ستب فهو انت شايف ان هو شخص طموح ولكن في العلاقة معك ما كانش العلاقة فيها اربع كوبات وانا جايب الرابعة يعني كنت بتجيب لي كل حاجة ومع ذلك ترك العلاقة ومع ذلك رحبه بس خلاص يا سيج انا عملت لك كل ما يعني هو شايفك فعلا انت شخص جميل جدا شخص كامل كامل لان انت كنت انت كنت بتشتغل في العلاقة دي جميل قوي الظاهر يعني كنت معي شوف اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جمبك ومع ذلك بس شكل بصباصي يعني بص باصي صباصي لاي في واحدة واقفانك فقلت له طبيعا شكرا اوامسي دي انا انا ده انا سوريك انت عارف انا مين الوش ده هو ما كانش اشايفه عالفترة انت كنت موريه وش تاني برج الاسد لما بيحب عامل زي برضي الجوزاء كده شوية شوية يعني في ايه بقى عنده وش بيزير وقت ما يحب يقلب ووش تاني ما يحب حب بقى كده بنفسه بشخصه الوش دم تطلعتوله في اخر العلاقة قلتوله طيب انا وريك انا اتبص الواحدة غيري طب خد بقى شوف تانا مين طبعا مش لازم سابت ممكن يبقى راضي يعني واحدة بصت لحد تاني كويس ده انا بصي ده انا فظيع ده انا مالك يا بنتي فقلت له سابت العلاقة ومشيت هفى اني بقى مع اصحاب انا طيب ايه الخطوة اللي نفسه ياخدها النقطة دي بالتحديد يا جماعة مش لازم يعني تحصل بس هو نفسه في دماغه ياخدها القراءات دي في ناس بدي تقول مرجعش مش عارف ايه اللي بيحصل ان هي احنا بناخد طاقت البناء ده طاقته في ايه طاقته لنفسه يقول لي بحبك بس الشعر ده هو مش عايز يقول بحبك بس نفسه يقول بحبك فان انا عارف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه مش لازم تتحقق ولكن المشاعر موجودة ولو ندم موجود ولو فراء موجود بس دي النقطة اللي انا عايز اقوصلها الناس يقول اصلي مرجعش اصلي ما الكلامش بس اوكي الخطوة نفسه يقول بص ده نفسه يقول لك بحبك وحشتيني وكل الكلام اللي انت عايز تسمعه في الحب هو نفسه يقوله عايز يرتاح دوس اكتر من كده توضيح مش عارف اكتر من كده توضيح مش عارف اوضح والله شخص ما بينامش ما بينامش نفسه ينامش نفسه ينامش نفسه يستريح نفسه يقول اللي جواه الشخص ده عنده حاجه جواه نفسه يقولها ما بينامش ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبيبنا اللي هما ما كانش في علاقة كانوا في علاقة اعجاب مثلا وكان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني وروح مع الحد الثاني ده والحد الثاني احنا عرفين عمل فيه ايه وما قالك ايش بحبك هو كان عارفك كده معارفة سطحية نفسه بقى يقولك بحبك لو في علاقة نفسه يقولك سامحيني دي طقة تسامح ممكن تسامحيني ممكن تسامحيني لاني ما بنامش دي الكرمة هو ما بينامش من الكرمة الشخص ده خان اعطقت لان عدم النوم ده هي كرمة خيانة ما بينامش ضميره بيقنبه ان الشخصية دي ازاي انا سبت حد كده يا معم صراحة جماعي ايش عارف اقول ايه يعني احد سيب حد كده حدد نفس الكباية والعشرة بنت كنسي ايه اخي ده حزا القوم قاله انت كافر يلا مش معقولة ده لو اعمى اعمى هيحس بالجمال ده هيحس بالمشاعر الحلوه دي مفيش اكتر من العشرة بنت كنسي مفيش فحرفيا حرفيا حرفيا يعني نفسه ينام نفسه يقولك سامحني انام بقى سامحيني وانا اسف هو كاس الحب ما الا بعده كاس يعني وعنده طاقة ايه طاقة مائية طبعا عنده طاقة مائية في مشاعر طبعا طاقة المائية هي طاقة المشاعر يعني فهو تعبان اوي 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 لو انتو عايزين تعرف هو تعبان او لا فهو تعبان لو زهب لكم الوش ده لا 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 ده خدعة انه يفع على الخدعة الشخص ده مش كده الشخص ده ما بينامش بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبنىش النضوعية ما هو ساعتم كافل من graders اي précisك Wine انتو chmekarram خطوة اللي هتعملوها Kunden 쉬 K K اشتركوا في القناة